افكيت المحرك وعملت الورق نسبة للاسلاك لم يتبعوا ملفات السرعات الحل الان إنك يعد ملف بالكامل في المجرى ملفات سرعة اما رح تكون فوق ملفات التشغيل او رح تكون فوق ملفات التقويم طيب الان احنا بنعد اللي بالمجرى بالكامل بنعد اللي بالمجرى بالكامل زي ما انا عديت طبعا بننقيس خمالة السلك او قطر السلك طبعا انا كنت اعتقد انه الملفات اللي مسقطة بالاول من تحت هي ملفات التشغيل كالعادي يعني والملفات اللي من فوق هي ملفات التقويم لكن هنا عكسينهم طبعا عاملين التشغيل من عاملين التقويم الملفات الاولى اللي مسقطة من تحت وملفات التشغيل هي اللي من جوه من الداخل طبعا شو اللي عرفني انا هذا الكلام احنا لازم نفهم شغلة حكيتها انا في فيديو سابق طبعا انه دائما دائما ملفات التشغيل لها قطر السلك الاكبر في المحرك لها قطر السلك الاكبر في المحرك ليش لانه هي لعليها الحمل وعليها كل الشغل فعلى اساس تتحمل الانبير وتتحمل الحمل فبكون قطر السلك لالها كبير الاكبر الاكبر في المحرك وطبعا بالتالي بيكون العدد الاقل اما التقويم بيكون قطر السلك تباحها اللي هو السلك الاقل الارفع والعدد الاكثر طبعا وانا وجدت انه العدد الكثير والقطر الصغير موجود بالاسفل اللي هو اول ملفات مسقطة بالمحرك اذا هي حطينها مكان ملفات التشغيل اذا حطين تقويم مكان التشغيل طيب الان انا عديت اللي بالكامل بالمجرى طبعا خطوته هو 146 للتشغيل والتقويم تقريبا عديتها انا 195 لفة 200 لفة يعني 195 لفة 400 الصغيرة 195 لفة الواحد 6400 لفة طبعا التقويم عديته انا 300 للصغيرة للواحد اربعة 300 لفة وللواحد 6600 لفة 600 لفة لحظوا الفرق في العدد الفرق في العدد عندنا هنا 300 لفة الواحد اربعة الصغيرة للتقويم وعندنا التشغيل 200 لفة تقريبا الفرق 100 لفة الفرق 100 لفة والكبيرة للتقويم 600 لفة وللتشغيل 400 لفة يعني الفرق 200 لفة اذا احنا هنا شو بنفهم بنفهم انه الفرق كبير يعني بنفهم انه السرعات موجودة مع ملفات التقويم ليش لانه زما بتعرفوا زما حكينا كثير انه ملفات التقويم بكون عددها بالعادة في محركات الواحد فاز بكون عدد التقويم بالكامل مساوي لعدد التشغيل او اكثر منه بقليل يعني مش بكثير بمئات اللفات لا اكثر منه بعشرة عشرين لفة 25 لفة بالكثير ممكن مرات يوصل لخمسين لفة لكن مش اكثر من هيك ليش لانه اذا كان اكثر من هيك بيصير الجهد عالي جدا على المكثف ويصير مكثف يضرب معانا فلذلك بكون عدد التقويم مساوي لعدد التشغيل او اكثر منه بقليل وليس كثير جدا بقليل يعني بحدود عشرين لفة حسب العدد ونسبة العدد وحكينا هذا الكلام طبعا في فيديوهات سابقة اذا احنا بنفهم بهذا بهاي الطريقة بنفهم انه ملفات التشغيل او ملفات السرعات عفوا ملفات السرعات فوق ملفات التشغيل الفرق اذا هون 100 لفة وفي الكبيرة 200 لفة احنا لو بفرضا بدنا نعمله متساوي التشغيل والتقويم متساوي اذا بنقرر انه السرعات الصغيرة 100 لفة والكبيرة 200 لفة السرعات الصغيرة 200 لفة والكبيرة 200 لفة طبعا بدنا نقسمهم احنا على حسب عدد السرعات احنا عنا الان خمس سرعات التشغيل باخد سرعة فبيبقى عنا اربع سرعات اذا هذا العدد عدد اربع سرعات طبعا في ناس كثير بتقولك السرعات بتكون ثلث ملفات التقويم وشيء من هذا القبيل لا انا بحكي انه العدد الان عنا اربع سرعات بكون عددهم متساوي انا بقول انه الربع وانا بمشي على الربع ما بمشي على الثلث اذا الان عندي انا هنا 100 لفة هذول عدد اربع سرعات لانه التشغيل بيعمل سرعة والعدد هذا بيعمل اربع سرعات اذا عندي اربع سرعات هنا اذا عدد السرعة الوحدة 25 لفة الصغيرة عندي انا 300 لفة يعني في 100 للسرعات انا على اربع سرعات بيطلع عندي 25 لفة للسرعة الوحدة والكبير الوحدة 6 عندي 200 لفة اذا بيطلع عندي على اربع سرعات بيطلع عندي 50 لفة للسرعة اذا السرعة اذا احنا بدنا نعمل السرعات خطوتها اربع ستة بنعملها 25 لفة 25 50 العدد 25 للصغيرة و50 للكبيرة طبعا انت على حسب ما بدك يعني بتعمل انت بتقدر تغير وتبدل وتعدل في السرعات ممكن تعمل السرعات خطوة واحدة ممكن تعمل السرعات خطوتين زي ما بدك زي ما لاحظته في سلسلة بلاد الشام احنا عملنا المحرك الاربع سرعات خطوة واحدة للمخدة الكبيرة او للملف الكبير فاحنا بنقدر نعمله حسب التكسيمة اللي بدنا اياها يعني بنقدر نعمل احنا مثلا زي ما حكيت بنعمل لكل سرعة مجموعة بخطوة واحد اربعة واحد ستة مجموعة واحدة الملفين مجموعة واحدة عدد الصغير بنعملها خمسين لفة عفوا خمس وعشرين لفة خمس وعشرين لفة وعدد الكبير بنعملها خمسين لفة بحيث ان المجموعة بالكامل يكون عددها خمسة وسبعين طبعا احنا بحاجة بننلفه الآن ثلاث سرعات احنا ثلاث سرعات فقط فبنعمل مجموعتين فبنسقط مجموعتين فقط يعني التشغيل بعمل سرعة والمجموعة الاولى بتعمل السرعة الثانية والمجموعة الثالثة بتعمل السرعة الثالثة هيك احنا بناخد ثلاث سرعات اذا بنعمل احنا مجموعتين بخطوة واحد اربعة واحد ستة الصغيرة زي ما حكينا خمسة وعشرين والكبيرة خمسين لفة طبعا انا راح ابقى اشرح لكم ان شاء الله كيف بدك تقسم ملفات سرعات يعني انت زي ما بدك تعملها ملفين او تعملها ملف او على حسب عدد السرعات ان شاء الله لو الف سرعة اتقسم الملفات على حسب عدد السرعات عندك طيب الان انا راح الفوا بهاي البيانات ما عندي اي مشكلة الان راح اعطيكم انا بس على اساس انه بس اعطيكم البيانات تسجلوها عندكم وتحفظوها عندكم المحرك هو قدرته مكتوب عليه من تسعتاش لعشرين واط السرعات اللي مكتوبة عليه تسعمية وخمسين سبعمية وخمسين ستمية وخمسين خمسمية وعشرين أربعمية وثمانين اللي هي الار بي ام طبعا التشغيل خطوة واحد اربعة واحد ستة بعدد ميتين اربعمية سلك اه ثلاثة وعشرين سلكه اه قطر السلك ثلاثة وعشرين طبعا اذا احنا بوسع معانا اه نحطه سلك اثنين ونص اللي هو خمسة وعشرين مايكرو اه او اثنين ونص ديزيم بكون افضل اذا احنا بيقدر بوسع معانا ما بيقدر ما بوسع معانا انا بدنا نحطه نفس السلك انا ما بفضل انه انقلل اه قطر السلك نهائيا وموجود بالسوق يعني سلك ثلاثة وعشرين ما في اي مشاكل والحمد لله انا متوفر عندي طيب السرعات الان السرعات منلفها اه السرعة الوسط منلفها بخطوة واحد اربعة واحد ستة اه منلفها خمسة وعشرين لصغيرة وخمسين للكبيرة للواحد ستة بسلك تسعتاش تسعتاش او بسلك واحد تسعة بالعشرة ديزيم واحد تسعة بالعشرة ديزيم وكمان هذا السلك متوفر ما في اي مشاكل اه التقويم بنلفه برضو خطوة واحد اربعة واحد ستة طبعا السرعات هو انا بكون عنا اه مجموعتين للسرعات يعني احنا بنسقط اول اشي طبقة كاملة من اربع مجموعات واحد اربعة واحد ستة وبنسقطهم بالكامل وبعدين برد نسقط كمان طبقة ثانية واحد اربعة واحد ستة للسرعات يعني عنا طبقتين للسرعات بصير فوق ملفات اه التقويم اه طبعا التقويم برضو ملفوفه من واحد الى اربعة واحد الى نسقطه عدده راح يكون عنا مية ميتين اربعمية اربعمية عفوا 200 اربعمية اربعمية عدده راح يكون 200 اربعمية طبعا إذا بتقدر تزيدهم شوية ما عندك مشكلة تعملهم 25 450 بكون أفضل وأحسن ما في أي مشكلة طبعا المكثف لها 2.5 ميكرو فرد أيو 2.5 ميكرو فرد والأمبير 0.24% إلى 3 بالعشرة أمبير هاي هي المعلومات كاملة إن شاء الله بنتكلم في فيديو آخر على كيف طريقة تقسم ملف السرعات حتى لو كان ألف سرعة بكل سهولة وكل بساطة وإن شاء الله أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات ولا تنسوا أن نوصيكم دائما نوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته